السلام عليكم و مرحبا بكم. كنت منها ان شاء الله تكونوا على خير و بخير. اليوم سوف نفعل في هذا الفيديو كروسطاتا وهي سهلة و الديدة. والاهم من ذلك المقادر ديالها بساط و ما دق ولا اروع. نحن لكم على المقادر و طريقة تحضر. هنا في المقادر سوف نحتاجون نصف كيلو ديال الفورس او الدقيق ابيض. ما نستعملوش كلو. جوج بيضات. هنا واحد فاني و معاها واحد نصف معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلوة. هنا عندنا نصف كاس ديال الزيت ديال العنبة. انا ديال في هاد الكاس هذا. عندنا هنا واحد مئة قرام ديال سانيدة. كذلك الزيت مئة قرام. عندنا هنا تلتي مئة قرام ديال المربة او لنقوم في تير. انا هنا ديالة ديال الحب الملوك. نشو معدكم الاختيار. تديرو اي ماداق يعجبكم. نديرو الجربيضات. مع السانيدة مئة قرام. وكن نخلطو الكل خاصنا نخلطوهم مزيان. حتى يتجانسوا مع بعدياتهم. على هالطريقة هادي. نحركو مزيان بطراب. هاد كرصتك اجي سهلة والديدة. نديرو كذلك الزيت. احنا كنخلوه وحنا كنحركو. حتى هذه الزيت كنت ندامج لينا. مع هادك البيض وسانيدة ديالنا. نحركو مزيان على هاد طريقة. كيف ما كتشوفو معنا بحال هاكا. نزيدو هادك الفاني اللي معها كيف ما قلت لكم. نسمعين القادية الخميرة ديال الحلوة. وكن نستمرو في تخلاط. الشيكيته كي تجانس لنا هادك العناصر كامل كيف ما كتشوفو. كل الخالي تتقيل. نضيفو الفورس او الطحين بشوية بشوية ما نضيفوش كلو. حيش على حسب الطحين كان طحين اللي كشربو الطحين اللي ما كشربش. يعني كنا قدرون زيتو بشوية من هاد الكمية. هانا قنا بقى نستمرو حالا كيف تحرك. هانتو ما نشوفو هناك نحرك والجانس والله. والخالي تكيشقال. ها شادر. اللي بغي يحرك بيديه مشي مشكل. هانا هنا كنستعمل الخلاط. هانتو ما ها من بعد. من بعد مسالية ذيك الخالي ديالنا مع الطحين. كيف ما كتشوفو ما درش الفورس كامل. يعني بدرش نصفت على الكمية. هانتو ما العجن خاص يكون بحالك ما يكونش مرخي وما يكونش قاسح. هانا هنا جتيت العجن قسمته على جوج. حيث واحد نزيين به. والاخر ها هو اللي غادي ندروه في القالب ديالنا. انا هنسا عملش هذا القالب ديال على شكل قلب. كيف ما تقدر تدره اي شكل. يعني يكون دائري يكون مربع. وانا اخديش ورقة زبدة درشو شو على شكل قلب. ورشيش عليه شو ياشي تطقيق. تطقيق اختياري اللي بغاير يرشو يرشو. لان ما بغاش شو مشي مشي مشكل. انا غا نستمر بحلكة بنمدلك. حتى ياخد معي هذك شكل ديال القلب. بحلكة كيجي ساهل. حيث عجينة عدنار طويلا جي شيش هزيها. غاية كتتكسر. من الاحسنة ذو ورقة زبدة. يعني كتتطبعي فيه شكل ديال القالب ديالك. وكيجي ساهل. انا دبا غا نساليها وغنضيها في القالب. وانطلاقها وتشوفو كي طريقة في الاخر. كيف ما كتشوفو. انا درتها وبقى ذاك ورقة زبدة بقى فيها النيس. ادرته في القالب ديالنا. انا خديت النصف الآخر ديال العاجين. هذو هم الجوانيب اللي غا ندير في القالب. كنقطعهم على هالطريقة. بشوية نتعاملوا مع العاجين ديالنا. حيث كي يكون. كي يكون الارطة بضغاية كي يتكسر معانا. حين شو ما نستمر على هالطريقة بحركة. حتى نكمل. حتى نكمل الدورة ديال القالب ديالنا. وانطلاقها وبش نوريكم كيفاش جاف الاخر. ها نشو ما كيف ما كتشوفو. هادي هي الدورة اللي درت. القالب ديالنا بدك العاجين. غا نخوي فيه مربا. غا نصرحو بشوية. انا هنا يعني ديال حب الملوك. فيها قاطع ديال حب الملوك. يعني كي يكون شوية. ماشي ماشي مرخي بالساف. نتقاو غا دين معه بالخاطر بحل هكا. وخامة تكون شوية المربة يعني. يعني شوية الفوق ديال العجين. رمع البوطة والطياب. وهي المربة كتطلع لنا الفوق. يعني كتب حركة تنفخه. كي يجي مع القالب كله مزيان. هنتم كي كتشوفو. انا هنا كي يجي جمسخنا الفرن. على درجة 150. كنشو علوم الفوق ملتحت. والطياب ما كتاخد لنا شو الوقت بالساف. تقريبا واحد ربع ساعة. بحل الكاك. تلخمسة وعشرين دقيقة. على حسب الفرن. الوش كبير ولا صغير. انا بغا دين ناخد القطعة التانية. ديال العجين ديالنا. باشغنزينوها. وتشوفو الطريقة تعدزين. كيف ما كتشوفو. انا سرحت العجين ديالي. كنقطعو با ذيك الجرارة. اللي كندلو باحنا في المغرب الشبكية. بحل هاك. يكون القطعة مقادين. وديما نحاولو على العجين. معاك يكون نرتب. بضغيك يشهرس لينا. لكن اخي يشهرس ماش يموش. يعني كنبقوا غادي معاهم بالمهل. بحل كنحطوها. نحطو ذيك العجين ديالنا مائل. كيف ما كتشوفو. هاك. 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 انا غادي نتمر في العجين ديالي. هاك. 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 سوف ندخل دب الفران مدة 21 دقائق انتم هوا في الفران انشاء الله يطيب هاي الكرستاطة دي عنا كيف ما كتشوفه كتجي رائعة انا ادردرت من فوقها السكر كيف ما كتشوف شو المربة طلعت لنا حسل فوق العجين تبارك الله كتجي لديدة و سهلة وشيشة شيشة في الزيف ومقادرها سهلة بس حول راحة وما تنسوش الاشتراك ودعموني في القناة